فبيّن ربنا تبارك وتعالى أن الله عز وجل كما أحل الطيبات من الأطعمة أحل الطيبات من النساء أيضا الله شوفوا الجمال أنت عايشين معاي في الآيات هذه يا جماعة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات بعد من تأتي الآية يا ربقان اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الله كما أحل طيبات الطعام أحل طيبات النساء لأن الطعام شهوة والنساء شهوة والدين لا يحارب الشهوات لكنه يقننها ويهذبها حتى ما يجي لك واحد يقول لك ياخد دين الإسلامة يحاربش لا أبدا كذاب أبدا بالعكس طب ماني أتين بآية ذكرت فيها الشهوات آية يا شباب زينا للناس يحب الشهوات أيها أيها شورة آل عمران زينا للناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضات والخير المسوى الآية كل هذه الشهوات موجودة ذكرها الله عز وجل وذكرها دين الإسلام فالإسلام ما جاء لكي يحارب فطر الناس إنما جاء لكي يهذب فطر الناس جاء لكي يهذب فطر الناس أيها الكرام